ازايكو عاملين ايه كله تمام انا اشجعكو برضو تتفرجوا على رسالة الامام هقولك ليه شوف انا اظن انه انا من المؤمنين طول الوقت مش ظن هو يقين عندي انا من المؤمنين طول الوقت بانه الدراما والسينما دورهم مهم جدا 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 في خلق الوعي او في تكوين الوعي وتكوين الوجدان ليه كنت منصح زميلات انهم يتفرجوا على المسلسل مع ولادهم لانه مهمة اوي ان الولاد الصغيرين لما يجوا يتفرجوا على شيء ما وبالذات عندما يتعلق باراء فقهية لازم يتفرجوا على الصح بجد مش الصح من وجهة نظر جماعات متطرفة او متشددة او افكار رجعية الاخير طيب احنا طول الوقت مش احنا بس في مصر العالم الاسلامي طول الوقت عنده اكبر مرجعية هي مرجعية الازهر الشريف في رسالة الامام كل ما هو رأي فقهي ورد في هذا المسلسل رجع من الازهر الشريف وعلماءه بمنتهى الدقة ده مهمة اوي عشان تبعارف كده يعني انا بجد مش هزار يعني انا انا بخلي ولادي يتفرجوا على ده ده بامانة شديدة مش هزار يعني بدعوا دايما اي حد من اصدقائي وزملائي انهم يتفرجوا على المسلسل ده شوف مسلسلات رمضان السنة دي حلوة مفيش خلاف انا في رأيي اهمها رسالة الامام ليه؟ ده تكوين الوجدان وبناء الوعي احنا في الجيل بتاعي عندي تمانية واربعين سنة احنا الجيل بتاعي ده شهد تقلبات فكرية مخيفة لان ده الجيل اللي تولد في السبعينات وشاف قدامه التقلبات الفكرية ما بين منتهى الرجعية في احوال وكان قدامها الناحية التانية تقلبات فكرية تانية في منتهى التقدمية اكثر مما يجب انا امين معك جدا الطرفين كانوا متطرفين شوف هاتا الجملة جات ازاي؟ الطرفين اللي تبنوا افكار اعتقدوا انها من الاسلام والدين الحنيف تطرفوا وتشددوا الى ابعد الحدود ده جانب او بعضهم يعني وجانب اخر من التقدميين جدا او المتحررين فكريا جدا اعتنقوا وتبنوا مجموعة من الافكار ايضا في شديدة التطرف في تحرورها ده حالة غير لايقة بالمناسبة على اي مجتمع اي مجتمع سليم ما ينفعش لا تحرر اكثر مما يجب ولا تشدد اكثر مما يجب فكلاهما متطرف فاحنا الجيل بتاعنا ده تعب جدا علشان يقدر يخلق بالورة لافكاره واحنا بنكبر كان الدفع والزق والحشر ناحية الافكار المتشددة والرجعية مهول وما كناش بنلاقي اللي يحمينا من ده على مستوى الصورة كانت بتتلاشى ويصبح في الحالة دي المجتمع مطروك اي مطروك نهبا لافكار متشددة ورجعية وحاجة موسيقى خالص لما اجي لقي النهاردة ان انا عندي عودة بقوة للانتاج المصري على الصعيد الدرامي وبالمناسبة مسلسل واحد بمية برنامج يعني مسلسل واحد تلاتين حلقة اقوى من مية برنامج بيشتغلوا كل يوم يا سيدي عشر برامج عشرين برنامج حلو كده بلاش نقولك مية عشرين مسلسل اقوى لان المسلسل بيقدر يبلور الافكار في هذا القلب الدرامي فبتبقى سهلة على العقل وعلى المجتمع انه يهضمها وياخدها ويفكر فيها ويبدأ في تبنيها طيب فاما بالك ان انا لما انا النهاردة بتكلم على الفقيه الامام الشافعي رضي الله عنه ويا رب يرضى عندنا جميع وهو احد اهم ائمة السنة ومفكريهم واحد الائمة الاربع المتعارف والمتفق عليهم فالامام الشافعي لما نعمل عليه مسلسل وناخده جد هو ده المهم الحقيقة انه كل صناع العمل انتاج اخراج كتاب ممثلين مسئولين عن الملابس مسئولين عن التدقيق التاريخي وبعدين بقى الحاجة المهمة خالص التدقيق الفقيه الكل خد هذا المسلسل بمنتهى الجدية فلازم هنا يبقى فعلا ترفع القبعة لكل هؤلاء الصندعة كويس؟ طيب فهروح لك تاني اتفرج فرجة عائلية على هذا المسلسل وانت من جواك عارف وواسق مدقق من الازهر الشريف فما فيش فيه اي لخبطة ولا اي عك اشتركوا في القناة